مرحبا أصدقائي موضوع درس اليوم هو الدرس الأول من مادة الرياضيات رح يكون الماتريكس موضوع الماتريكس أو المصفوفات هو واحد من أهم المواضيع اللي رح تأخذوا إن كان بالرياضيات أو باقي الدروس هذا الموضوع رح تلقون تأثيره ببقية المواد أصلا ممكن يجيكم كجزء من الحل بالمواد الأخرى وممكن يجيكم كسؤال كامل إن كان بالرياضيات أو بالمواد الأخرى أيضا لذلك أريدكم تركزون بهذه المحاضرة لأن هذا الموضوع كلش مهم وأساسي بالرياضيات بالتعريف ما تيقول لك يعني شنو؟ يعني الماتريكس أو المصفوفة هي عبارة عن شكل مستطيل هي عبارة عن تكوين بشكل مستطيل عادة طبعا مدائما يحتوي هذا التكوين اللي بشكل مستطيل اللي هو المصفوفة على شنو؟ على عناصر حسابية شنو هالعناصر الحسابية؟ هالعناصر الحسابية مثلا الأرقام النمبرز أو المتغيرات أو الفانكشنز الدوال وغيرها طبعا من العناصر الحسابية ممكن الكسور ممكن المعادلات ممكن المتغيرات ممكن أي شي ممكن أي شي نقدر نقيسه حسابيا أو باستخدام الرياضيات يكون بشكل ماتريكس هاي الماتريكس اللي بيها عناصر حسابية always is surrounded by two brackets يعني هاي المصفوفة تكون شنو؟ تكون دائما محاطة بقوسين on the general form to the matrix of order M في N هو الآتي يعني يقولك إن الشكل العام أو الشكل النموذجي للماتريكس اللي تكون بيها M من الصفوف و N من الأعمدة هو بالشكل التالي المصفوفة تكون بهذا الشكل ينطيك يقولك إنه A تساوي مو اللي A ممكن أي اسم ثاني لكن A هو اسم المصفوفة دائما لازم المصفوفة بيها اسم ليش؟ حتى نقدر نضربها بالمصفوفات الأخرى أو ننقصها أو نسوي لها أي عمليات رياضية أخرى فدائما ننطل المصفوفة اسم هاي المصفوفة اللي تكون عبارة عن شنو؟ اللي تكون عبارة عن قوسين مثل ما قلنا إنه دائما تكون محاطة بقوسين وتتكون هاي المصفوفة من عدد M من الصفوف هذا صف وهذا صف وهذا صف وهذا صف إلى ما لا نهاية ووصلنا إلى الصف الأخير وعدد N من الأعمدة اللي هو هذا عمود وهنا أقوى أعمدة هواية وصولا إلى العمود الأخير فالفكرة يقولك إنه المصفوفة تكون عبارة عن رموز أو أرقام أو متغيرات أو فانكشن مرتبة بشكل صفوف وأعمدة ومحاطة بقوسين كاتب لك هنا أنه ممكن يكون إيرو اللي هو ممكن يكون هذا الصف الأول صف الثاني صف الثالث وهكذا وهذا اللي جاي كولوم اللي هو ممكن يكون العمود الأول الثاني الثالث وهكذا وهم للمعلومة مرات تشوفون المصفوفات الأقواص مالتها بشكل مربع ومرات رح تشوفون مصفوفات الأقواص مالتها بشكل الدائرة الطبيعي عادي ماكو أي فرغ المصفوفات تقبل الأقواص المربعة أو الأقواص الدائري عادي اثنيا هن مصفوفات المهم أن يكون بيانات أعمدة وصفوف فإذا كانت هذه المصفوفة تحتوي على M من الصفوف و N من الأعمدة الذكر دائما أن M تمثل الصفوف والN تمثل الأعمدة نقول أن هذه المصفوفة هي من الرتبة M في M شنو معناها؟ شن يعني من الرتبة M في M؟ إذا تبعون على هذه المصفوفة أو هذه الماتركس فهذه الماتركس تتكون من شنو؟ تتكون من ثلاث صفوف الصف الأول بي واحد واثنية الصف الثاني بي ثلاثة وأربعة والصف الثارث بي خمسة وستة ما صحيح 3 فكتبنا انه عدد الصفوف أو عدد الـم هو شغان هو 3 عدد الاعمده أنه عموديا عمود بي واحد و ثلاث و خمسه و عمود بي اثنين و أرزعة و ست من الرتب the 3×2 إذا إنت من خلال هذه الرتبة تستطيع تعرف عدد الصفوف وعدد اللحم الدول بالماتريكس اللي هيه هنا ثلاث صفوف وعمو دي وإذا نطاك ماتريكس. تستطيع من النظر. من التباوعة عليها. تعرفي الشم الصف وتشم عمود به. وهذه هي المصفوفه A والمصفوفه B والمصفوفه C والمصفوفه D دعنا م各ض منه اسم عن رتبة بالنسبة للاية. تحتوي على تشم صف تحتوي على ثلاث صفوف هذا واحد وهذا الثانيuen وهذا الثلاث. مصحيح؟ فمن البداية نقدر نقول إنه ال-m ما لدسه هو 3 وإحنا هنا جينا كتبنا 3 إيش قد عدد الأعمدة؟ عدد الأعمدة هي 1, 2, 3, 4 عدد الأعمدة هو 4 أعمدة يعني قيمة ال-n هي 4 فنجي نكتب هنا 4 صارت الرتبة مال هاي المصفوفة هي 3 في 4 بالنسبة لل-b نجي هم نشوف إيش قد عدد الصفوف؟ عدد الصفوف هي 1, 2, 3 فنكتب إنه قيمة ال-m يساوي 3 عدد الأعمدة هي 1, 2, 3 فنكتب إنه قيمة ال-n تساوي أيضا 3 رتبة هاي المصفوفة ال-b هي 3 في 3 السي جد السي جد بيها السي بيها 4 صفوف اللي هي هاي 1, 2, 3, 4 فنكتب إنه هي 4 صفوف أو إنه قيمة ال-m تساوي 4 كم عمود بيها؟ بيها عمود 1 اللي هو هذا فنكتب هي 1 فصارت الرتبة مع المصفوفة c هي 4 في 1 نفس الشي بالنسبة إلى d d بيها صف 1 لكن كم عمود بيها؟ بيها هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا العمود يعني المصفوفة d أكس المصفوفة c فرتبة المصفوفة دي راح تكون 1 اللي هي شنو؟ اللي هي صف 1 ضرب أربعة أعمدة فرتبة المصفوفة دي راح تكون 1 في 4 تمام شباب؟ هاي مقدمة عن الماتريكس شون تعرفون؟ الرتبة مع الماتريكس شون تعرفون؟ رتبة كل مصفوفة الشي الثاني راح ناخده بدرسي اليوم هو الماتريكس تايبز أو أنواع المصفوفات يعني واحد يسأل لشي المصفوفات بيها أنواع؟ اي نعم بيها هواي أنواع راح ناخد احنا أشهر هاي الأنواع النوع الأول هو السكوير ماتريكس السكوير ماتريكس هي المصفوفة المربعة فالمصفوفة المربعة ومثل ما يبين اسمها هي المصفوفة اللي يكون شكلها مربع شون يكون شكلها مربع؟ يكون شكلها مربع من خلال أنه عدد الصفوف مساوي تماماً العدد العمدة نحن بالبداية ذكرنا أنه المصفوفات هي عادة تكون بشكل مستطيل ليش؟ لأن أكتر شيء وأكتر الأسئلة ماذا يجي عدد الصفوف مساوي على عدد العمدة؟ تجي واحد في ثلاثة ثلاثة في أربعة ستة في سبعة وغيرها من الرتب لكن واحدة من حالات المصفوفات أنه هي تكون مربعة إذا ساوض عدد الصفوف وعدد العمدة تكون مربعة بشكل طبيعي جدا ومصفوفة صحيحة 100% فنلاحظ مثلا بالمصفوف أي عدد الصفوف هو شغير هو ثلاثة وعدد الأعمدة أيضا ثلاثة فش صار صارت ثلاثة في ثلاثة إذا بوع المصفوفة من بعيد شوية رح نشوف إنه هي مربعة هاي المصفوفة صار شكلها مربعة تماما بعيد عن الشكل المستطيل اللي دائما نشوفه نفس الشي بالمصفوفة بي اللي بيها صفين وعاموديا ذن الصفين والعاموديا انطلل المصفوفة بي أيضا شكل مربع تماما فالفكرة إنه أي مصفوفة تكون عدد الصفوف بيها وعدد الأعمدة مستويات هي مصفوفة مربعة هي Square Matrix وهذا هو النوع الأول من المصفوفات النوع الثاني من المصفوفات هو Diagonal Matrix أو المصفوفة القطرية شنو المصفوفة القطرية؟ مبدئيا المصفوفة القطرية هي مصفوفة مربعة تمام؟ يعني من تشوف مصفوفة مربعة ممكن تكون مصفوفة قطرية ومن تشوف مصفوفة قطرية فهي دائما مصفوفة مربعة لكن المصفوفة القطرية هي مصفوفة ومن اسمها تكون بيها الأعداد فقط على القطر شنو هو القطر؟ القطر من المصفوفة ومثل ما تتبعون بهاي الأشكال هو الخط اللي يبدي من أقصى اليسار بالأعلى إلى أقصى اليمين بالأسفن هو الخط اللي يقطع المصفوفة قطريا يقطعها إلى مثلثين مثلث بالأعلى ومثلث بالأسفن والمصفوف القطرية تكون الأعداد بها فقط على القطر وبقية العناصر صفر فإذا امبع المصفوف A رح نلاحظ أن الأعداد موجودة فقط على القطر اللي هي الـ 3 والـ 6 والـ 5 بينما بقية الأعداد اللي هو المثلث اللي بالأعلى والمثلث اللي بالأسفل كلها صفر الأعداد مرتكزة فقط على القطر هاي بحالة A اللي هي مصفوفة مربعة رتبتها 3 في 3 بينما بالB اللي هي مصفوفة مربعة رتبتها 2 في 2 نلاحظ أيضا أن الأعداد هي على القطر بينما بقية العناصر صفارة نفس الشي مصفوفة السي لكن مصفوفة السي بها ملاحظة مهمة جاي الأعداد على القطر هي 4 و 0 و 1 ممكن واحد يقول هذا مو صفر شون الصفر يجي على القطر أنت مو قلت أنه لازم الأعداد اللي على القطر أعداد مو صفر لا عادي يجي صفارة ممكن أيضا تجي كلها صفارة يجي بس عدد واحد بي واحد ممكن يجي هنا صفر صفر وهنا واحد فقط المهم أنه أكو عدد غير الصفر على القطر وبقية العداد هي صفارة فنلاحظ أنه هنا هذا المثلث الفوق هو صفارة والمثلث الجو أيضا هو صفارة فقط القطر مالي المصفوفة بي أعداد بي 4 و بي 1 ممكن نشير هاي الأربعة ويبقى بس الواحد يعني يصير صفر صفر واحد أيضا عادي عادي جدا المهم أنه أكو عدد بين العداد اللي بالقطر بي رقم رقم أكبر من صفر وهذه الملاحظة طبعا مكتوبة عددكم هنا يمكن أن يكون أحد العناصر بالقطر يساوي صفر المهم أن لا تكون جميع الأعداد اللي على القطر تساوي صفر النوع الثالث من المصفوفات هو الـ Identity أو Unit Matrix وتختصر بـ I أيضا من اسمها الفكرة مالتها واضحة مصفوفة الوحدة مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مربعة ومصفوفة Diagonal لكن الأعداد اللي على المحور تكون فقط واحد يعني إحنا قرأنا المصفوفة المربعة قلنا أن المصفوفة المربعة هي المصفوفة اللي تكون بها عدد الصفوف مساوية لعدد العمدة ودرسنا المصفوفة القطرية اللي قلنا أنه هي المصفوفة المربعة اللي تكون جميع الأعداد بها الصفر ما عدد الأعداد اللي عدد القطر ممكن تكون 4, 5, 6, 0 وهكذا المصفوفة Identity أو Unit Matrix هي مصفوفة مربعة ومصفوفة Diagonal لكن الأعداد اللي على القطر تكون فقط واحد فإذا نبقى لها المصفوفة رح نلاحظ أنه هي مصفوفة مربعة هي 2 في 2 والأعداد أيضا مالتها فقط على القطر لكن الأعداد مالتها شنو؟ الأعداد مالتها هي واحد بواحد نفس الشي بالآي 3 جميع الأعداد على القطر لكن الأعداد مالتها هي واحد بواحد بواحد هنا لازم جميع الأعداد تكون واحد زي الواحد يقول لي هل مصفوفة مربعة؟ اي نعم هال مصفوفة مربعة ليش؟ لأن بيها صف واحد وعمود واحد احنا قلنا اذا عدد الصفوف وعدد الاعمدة مستاوي اذا هي مصفوفة مربعة فالواحد في واحد هي احد انواع او احد رتب المصفوفات المربعة هاي مصفوفة مربعة بيها قطر واحد وبي واحد فهي مصفوفة مربعة وديغنال وشنو؟ وإدنتيتي ماتريكس يعني جميع العداد اللي على القطر تساوي واحد النوع الاخر من المصفوفات هو الزيرو ماتريكس او النال ماتريكس الزيرو ماتريكس او النال ماتريكس او المصفوفة الصفرية هي مصفوفة تكون جميع الاعداد بيها بكل الصفوف وبكل العمدة تساوي صفر ما بيها اي رقم كلها صفارة ومو اللي تكون مصفوفة سكوير مو اللي تكون مربعة لا ممكن تكون مستطيلة ممكن تكون واحد في اربعة خمسة في اربعة سبعة في اثنية ممكن تكون اي شي واللاحظ بتها المصفوفة التي هي 3 في 4 يعني 3 صفوف في 4 عمدة اللاحظ أنه هي كلها صفار إذن شينو؟ إذن هي مصفوفة صفرية النوع الخامس من المصفوفات هو السيمترك ماتريكز شنو السيمترك ماتريكز؟ هي المصفوفة المتناظرة المصفوفة المتناظرة هي مصفوفة مربعة يجب أن تكون مصفوف مربعة جميع العناصر التي حول القطر الرئيسي تكون مش شابه شنو يعني؟ وضحن خلا وضح لك هذا هو القطر الرئيسي المصفوفة مو تمام؟ وإحنا يشكرينا قلنا أنه هو يبدأ من الجهة العليا من اليسار إلى الجهة اليمنى بالأسفل مو صحيح؟ من أعلى اليسار إلى أسفل الأيمن شن يعني متناظرة؟ شن يعني أنه الأعداد اللي حوله القطر الرئيسي تكون متناظرة أنا أقول لك باوه هنا عدنا ثنين شن العدد اللي قابلها من عبر القطر يقابلها ثنين هنا عدنا السبعة شن العدد اللي قابلها من عبر القطر هو أيضا 7 هنا قدنا 8 شن العدد اللي قابلها من نعبر القطر هو أيضا 8 يعني القطر يقطع عدديا مش شابهات أبالك شون انت رابطهن بحبل ونت تقطعهم بالقطر فالاثنين والاثنين مش شابهات السبعة والسبعة مش شابهات الثمانية وثمانية مش شابهات فقط الأعداد اللي عود القطر هي الأعداد المميزة فإذا أجينا وسوينا لهذا الماتركس ترانسبوز لترانسبوز هو أنه نقلب كل صف إلى عمود وكل عمود إلى صف فهذه المصفوفة رح تكون بالشكل التالي هذا الصف اللي هو الصف الأول نجي نقلبه رح يصير العمود الأول فإيجا صار هذا العمود وهذا الصف اللي هو الصف الثاني نجي نقلبه ش رح يصير رح يصير العمود الثاني ونفس الشي بالنسبة لهذا الصف اللي هو الصف الثالث نجي نقلبه فرح يصير العمود الثالث وتقدر نفس الشي تقلب العمود الأول إلى الصف الأول والعمود الثاني إلى الصف الثاني والعمود الثالث إلى الصف الثالث لكن الشيء المميز بالمصفوفة المتناظرة شنو إذا حنا معكسنا المصفوفة خليني شنسوي خلينيجي نشوف المحور والأرقام المحور مالتنا صار هو أربعة خمسة ستة اللي هو يشبه المحور مال هاي الحالة إذا خلينيجي نشوف الأرقام انفك مالتهم الارتباط انفك مالتهم التناظر نلاحظ أنه الاثنين هنا بعدها مربوطة بالاثنين هنا والسبعة لهنا بعدها مربوطة بالسبعة الهنا والثمانية الهنا بعدها مربوطة بالثمانية الهنا يعني شنو؟ يعني المصفوفة المتناظرة حتى ذا سوي لها ترانسبوز حتى ذا تقلبها وتغير الصفوف الى اعمدة والاعمدة الى صفوف ما رح تتغير المصفوفة المتناظرة هي تبقى مصفوفة متناظرة حتى ذا قلبتها حتى ذا جبت الامدة بمكان الصفوف والصفوف بمكان الامدة هاي شنو؟ هاي السيمتريك ماتريكس النوع السادس من المصفوفات هو الترانسبوز أوف ماتريكس هي نقدر نقول عليها المصفوفة المقلوبة أو المصفوفة المدورة أو المصفوفة المعكوسة المهم هي المصفوفة اللي تنقل بيها الصفوف إلى عمدة أو العمدة إلى صفوف يعني تيجي ال-N بمكان ال-M يعني إذا كانت مصفوفة 3 في 2 اللي هي مصفوفة 3 صفوف وعمودياً رح تصير مصفوفة 2 في 3 اللي هي مصفوفة صفين و3 عمدة مثل ما رح نشوف بالأمثلة بهاي المصفوفة اللي هي ال-A اللي لاحظوا أن نحن جد أدنى اللي لاحظوا أن نحن عدنا صفين وعدنا بالمقابل عمود واحد فالمصفوف مالتنا هي 2 في 1 نجي نقلوبها أو نسوي لها ترانسبوز صارت أي ترانسبوز هي شنو؟ هي صف واحد وعمودياً يعني جبنا هذا العمود وقلبناه إلى صف أو جبنا هذا الصف وقلبناه إلى عمود وهذا الصف قلبناه إلى عمود المهم أن هاي المصفوفة اللي كانت هنا 2 في 1 صارت هنا 1 في 2 نفس الشي بالمصفوفة B بالمصفوفة B عندنا هذا الصف الأول هذا الصف الثاني وهذا الصف الثالث مصحيح؟ نجي نقلوبهم إلى عمود فالصف الأول رح يكون هو عبارة عن العمود الأول اللي كان هنا 1 2 3 بشكل صف صار هنا 1 2 3 بشكل عمود نفس الشي بالنسبة للصف الثاني اللي هو 4 5 6 صار هنا 4 5 6 بشكل عمود أو الصف الثالث اللي هو 7 8 9 صار هنا 7 8 9 بشكل شنو؟ بشكل عمود إذا نجي على المصفوفة C ونسوي العكس نقلب العواميد إلى صفوف نفس الشي رح يطلع نلاحظوا أنه هنا عندنا هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود نجي نقلب العمود الأول إلى صف فالعمود الأول اللي هو 1 2 0 صار الصف الأول بالمصفف فصار 1 2 0 العمود الثاني اللي هو 2 1 0 صار الصف الثاني اللي هو 2 1 0 والعمود الثالث اللي هو 001 صار الصف الثالث اللي هو 001 فنلاحظ أنه إذا نقلب الصف إلى عمود أو العمود إلى صف الناتج نفسه ونفس الشيء بالمصفوفة دي اللي هي 0-1-2-4-1-1 قلبنا 0-1 من صف إلى عمود والـ 2-4 من صف إلى عمود والـ 1-1 من صف إلى عمود وهنا نلاحظ أيضا أنه الحجم من المصفوفة تغير هنا من 3 في 2 صار هنا 2 في 3 تمام؟ فهو أكاتب لك هنا أن المصفوفة الأصلية اللي هي الـ M في N من تقلبها ستسوي لها ترانسبوز رح تصير N في M عندنا نوع آخر اسمه الـ Upper Triangular Matrix أو المصفوفة المثلثية العلية نحن من درسنا التريانجل ماتريكس قلنا أن التريانجل ماتريكس هي مصفوفة مربعة القطر مالتها يقسم المصفوفة إلى قسمية يقسمها إلى قسم بالأعلى أو مثلث بالأعلى ومثلث بالأسفل يعني مثلث أعلى القطر ومثلث أسفل القطر فالـ Upper Triangular Matrix هي من نسمها المصفوفة المثلثية العلية هي مصفوفة يكون المثلث اللي فوق القطر مالتها بأرقام يعني إذا نلاحظ هنا هذا القطر مالتنا اللي هو 1-3-5 المثلث اللي فوق القطر بأعداد بـ 2-1-4 بينما المثلث اللي أسفل القطر كل صفار على مودها ينسمي هاي المصفوفة Upper Triangular Matrix عندنا نوع آخر من المصفوفة يكون عكس هذا النوع اللي هو Lower Triangular Matrix أو المصفوفة المثلثية السفلة هي نفس المصفوفة المثلثية العلية لكن الفرق شنه إذا نجي نشوف هاي المصفوفة فرح نلاحظ أن نحن القطر مالتنا هو 1-2-3 بأرقام أيضاً مصفوفة مربعة ومصفوفة قطرية يعني الأعداد اللي بالقطر تقسم المصفوفة إلى مثلثين مثلث بالأعلى ومثلث بالأسفل لكن بالـ Lower Triangular Matrix شنلاحظ؟ نلاحظ أن المثلث اللي أسفل القطر بيعداد بـ 4-7-5 بينما المثلث اللي أعلى القطر بيكل صفار فـ Upper Triangular Matrix والـ Lower Triangular Matrix هنه نفس الشيء مرة المثلث اللي فوق القطر بيعداد واللي أسفل صفاره ومرة المثلث اللي أسفل القطر بيعداد والأعلى بيصفاره ودائماً الذكروا أنه ممكن هنا يكون 1-0-0 أيضاً هي مصفوفة قطرية لأن دائماً الطلاب من يشوفون أقص صفارة بالقطر يقولون أنه هاي المصفوفة مو قطرية مالها دخل؟ ممكن هاي تكون 1-0-0 وهي أيضاً مصفوفة قطرية المهم أن تتبعون على الإصفارة وين والأعداد وين وتحددون أنه هاي أبر أو لور هي نكون خلصنا الماتريكس تايبس أو أنواع المصفوفات أنا أريد أسألكم سؤال شو وقت نقول أن المصفوفات متساوي؟ عدنا مصفوفتين مصفوفه A ومصفوفة B شو وقت نقول أن المصفوفه A تساوي المصفوفه B؟ نقول أن المصفوفه A تساوي المصفوفه B إذا كان لهم نفس الرتبة يعني إذا كانت المصفوف A من الرتبة 3 في 2 والمصفوف B أيضا من الرتبة 3 في 2 إذن هن مصفوفات متساويات تمام؟ بغض النظر عن الأرقام ممكن تكون هاي 3 في 2 والأرقام مالتها 1, 3, 5, 7 وهي شي وممكن تكون المصفوف B أيضا 3 في 2 والأرقام ماتها هي 100, 200, 300, 400 المهم أنه تكون نفس الرتبة فاللاحظ بهذا المثال عندنا المصفوف A والمصفوف B المصفوف A الرتبة مالتها هي 2 في 2 مثل ما مكتوب يعني صفين وعمودي المصفوف B هي 2 في 1 يعني صفين وعمود 1 ذن المصفوفات مو متساوي ليش؟ لأن الرتبة مال A غير متساوية ويرن الرتبة مال B ال-A وال-B ليس لهم نفس الرتبة لذلك ال-A وال-B هن مو مصفوفات متساوي بينما إذا نباوع على هاي ال-A وهاي ال-B رح نلاحظ أن هاي ال-A الرتبة مالتها هي 2 في 3 والمصفوف B الرتبة مالتها أيضا هي 2 في 3 اللي هي صفين و3 أعمدة أو حتى يكون الأمر أوضح هن صفين هنا وصفين هنا و3 أعمدة هنا و3 أعمدة هنا لذلك ذن المصفوفتين متساويات لكن ليش متساويات؟ علل متساويات لأن أولا وهو الأهم لهم نفس الرتبة وثانيا حتى يزيد التشابه بيناتهم والتساوي عندهم نفس الأعداد ونفس الترتيب أي أنه A وبشكل مطلق وبشكل جازم تساوي به هذا التطابق أو هذا التساوي بين المصفوفتين ممكن يقودنا إلى بعض الأسئلة ممكن بالأسئلة يقول لك If A تساوي B ما طول A تساوي B وإنت عندك A تساوي 1 A B 3 والB يساوي 1 3 2 3 جد A و B بالمصفوفة الأولى اللي هي الأيش يمسوي منطق عدد المجهولات اللي هو الأي والB ويقول لك إذا دني المصفوفات متساوي جد ليش قد قيمة الأي وجد قيمة البي فإنت شون رح تفكر رح تقول بما أنه هنا مساويات إذن هذا الواحد يساوي هذا الواحد هذا الأي يساوي هاي الثلاثة هاي البي تساوي هذا الاثنين وهذا الثلاثة تساوي هذا الثلاثة الواحد يساوي الواحد افتهمني الثلاثة يساوي الثلاثة افتهمني اللي الريدة هو A يساوي ثلاثة مثل مكاتبين والB يساوي ثلاثة مثل مكاتبين هنا نحل السؤال بس باوعنا أو قارننا بين المصفوف A والمصفوف B نحل السؤال زيان السؤال إلا يجيب لك بالمصفوف أرقام لا مو إلا أرقام احنا قرأنا بالبداية أول ثواني بموضوع الماتركس قلنا أن الماتركس ممكن يكون بها أرقام ممكن يكون بها متغيرات ممكن يكون بها معادلات ممكن يكون بها function ممكن يكون بها أي شيء فبهذا المثال اللي هو الثاني يقول لك جد AUB in the following القيلة AUB بالمصفوف التالي منطيك المصفوف تين يقول لك أنه هنم الساويات المصفوف الأولى هي 2-2-3-4 والمصفوف الثاني هي A-B و2-3-A زاد B نفس الفكرة ما نلقبله احنا هاي الاثنين وهاي الاثنين ما محتاجيه وهاي الاثنين وهاي الاثنين ما محتاجيه احنا ريدا نطلع A والB احنا ايش رح نقول رح نقول أنه هاي الA ناقص B يساوي الاثنين وهاي الA زاد B يساوي الاربعة مو متساويات ومتناظرات فانا شنسوي ناخذ كل عدد والقبالة فرح نكتب A ناقص B يساوي 2 وA زاد B يساوي 4 ش رح نسوي نختصر السالب B وي الموجب B راحة بقعدنا شنو بقعدنا A زاد A 2A يساوي 2 زاد 4 6 نقسم هذا الطرف على 2 وهذا الطرف على 2 حتى نتخلص من هاي الاثنين بقعدنا l-A يساوي 6 على 2 واللي يساوي 3 لسا احنا ش لقيني؟ لقيني قيمة l-A اللي هي 3 نقدر نعوض هاي الاثنين بهذا القانون اللي هي 3-B يساوي 2 فرح نحول B هنا والاثنين هنا فرح يصير 3-2 يساوي B ورح يصير B يساوي 1 او نقدر نعوضها بهذا القانون اللي هو l-A زاد B يساوي 4 واللي صار 3 زاد B يساوي 4 او B يساوي 4 ناقص 3 إذن B يساوي 1 بكيفكم؟ انتو منعتكم معادلة بيها مجهوليا ولقيت واحد من المجاهية تجيبوا قبل وتعوضوا بالمعادلة وتلقون المجهول الثاني هم هي جنكون حلنا السؤال لقينا قيمة l-A هي 3 وقيمة l-B هي 1 المصفوفات المتساوية كلش بسيطة مجرد تقارنون المصفوفة الأولى بالمصفوفة الثانية وتلقون المجهول زين السحنة تعرفنا على المصفوفات بشكل عام شنو معناها تعرفنا على انواع المصفوفات وعرفنا شنو المصفوفات المتساوية لكن هل ممكن نسوي عمليات رياضية على المصفوفات؟ هل نقدر نطبق العمليات الرياضية اللي نعرفها اللي هي الجماع والطرح والضرب وغيرها على المصفوفات؟ اي نعم ممكن وممكن جدا وهي أغلب الأسئلة يتم حلها بتطبيق العمليات الرياضية الرئيسية على المصفوفات فشنو هي أشهر الماتريكس ألجبرا أو شنو هي أشهر العمليات اللي ممكن تتم على الماتريكس أول عملية واللي هي ممكن تكون الأشهر اللي هي الماتريكس أديشن سابتراكشن أو جمع وطرح المصفوفات يعني ممكن نجمع ونطرح المصفوفات نعم طبعا ممكن أنطيك مصفوفه A ومصفوفه B وأقول لك ريد A زائد B ممكن نعم ممكن لكن أكو شرط جدا مهم قبل ما تبدأ بجمع المصفوفات لا يمكن وركز لي لا يمكن أبداً جمع المصفوفات إلا إذا كانوا من نفس الرتبة يعني شنو؟ يعني أنا أنطيك مصفوفة 3 في 2 ومصفوفة 5 في 6 وقل لك اجمعهم تقدر تجمعهم؟ ما ينجمعاً فلا يمكن جمع المصفوفات إلا إذا كانوا من نفس الرتبة يعني إذا أنطيتك أنا مصفوفة 3 في 3 ومصفوفة ثانية 3 في 3 وقلت لك اجمعهم ينجمعاً عادي كل عدد ويا المقابلة لكن إذا أمطيتك مصفوف دين برتب مختلفة أنت لازم تكتب لي undefined تقول لي أنه ذن المصفوفات رياضيا ما يمكن حلهم لذلك من نشوف هذا المثال مثلا منطيك مصفوفه A ومصفوفه B ويقول لك أريد جمعه نجي شو نساوي رح تقول أنه رح نقارن كل عدد أو نجمع كل عدد ويا العدد اللي قباله فالواحد ويا الخمسة والاثنين ويا الستة والثلاثة ويا السبعة والأربعة ويا الثمانية رح يكون المجموع هو واحد زائد خمسة اللي هي كتبناها هنا والاثنين زائد ستة ونكتبها هنا والثلاثة زائد سبعة ونكتبها هنا والأربعة زائد ثمانية ونكتبها هنا فالمجموع رح يكون هو ستة اللي هو ناتج الواحد زائد خمسة والثمانية اللي هو ناتج الاثنين زائد ستة وكذلك العشرة والاثناش اللي هي ثلاثة زائد سبعة وأربعة زائد ثمانية المصفوفة الناتجة من عملية الجمع تكون مصفوفة من الرتبة ذاته للمصفوفتين اللي انجمعا فالمصفوفة الناتجة هنا طلعت هي 2 في 2 ليش؟ لأن المصفوفات اللي انجمعا هي أيضا 2 في 2 ب2 في 2 تمام؟ المصفوفة الناتجة ما يصير مستحيل تطلع برتبة مختلفة عن رتبة المصفوفات اللي انجمعا مو بس بالجمع كذلك بعملية الطرح اللي هي بنفس الفكرة بالضبط لعملية الجمع لكن باختلاف الإشارات أيضا نقول احنا عدنا مصفوفة أولى وعدنا مصفوفة ثانية هذا الواحد رح نطرح منها هاي الخمسة وهاي الاثنية نطرح منها هاي الستة وهذا الثلاثة نطرح منها السبعة وهاي الاربعة نطرح منها الاثمانية فالناتج رح يكون هو واحد ناقص خمسة اثنية ناقص ستة ثلاثة ناقص سبعة وأربعة ناقص ثمانية أو بهذا الشكل رح يكون الناتج هو واحد ناقص خمسة سالب أربعة ثلاثة ناقص ستة أيضا سالب أربعة ثلاثة ناقص سبعة سالب أربعة وأربعة ناقص ثمانية هو سالب أربعة أيضا نلاحظ أن المصفوفة الناتجة طلعت برتبة اثنين في اثنين وهي نفس الرتبة من المصفوفات اللي انطرحن بالبداية أكرر مرة أخرى لإهمية الملاحظة ركزه إذا كانوا المصفوفات مو من نفس الرتبة إذا لم تكن المصفوفات من نفس الرتبة فنقول أن الناتج غير معروف لا يمكن التجمع أو التطرح للمصفوفات اللي مو من نفس الرتبة دائما نذكروا هذا الشي زيان هاي بالنسبة للجمع والطرح هل يمكن الضرب؟ هل يمكن ضرب المصفوفات أو ضرب المصفوفة في ثابت؟ نعم يمكن عدنا أول شيء multiplication matrix by constant أو ضرب المصفوفة بثابت شنو يعني ضرب المصفوفة في ثابت؟ يعني أنا أنطيك المصفوفة الأي؟ أقول لك أن هاي المصفوفة اللي هي مرتبة ثلاثة في ثلاثة أريدك تضربها بالثابت الثابت إيش قيت؟ الثابت اللي هو أربعة هاي الطريقة ماكو أسهل منه ضرب المصفوفة في ثابت ماكو أسهل منه لا بيهي شروط ولا بيهي تيجي تضرب كل عدد بالثابت يعني واحد في أربعة أربعة ثلاثة في أربعة اثنى عشر أربعة في أربعة ستعاش صفر في أربعة صفر واحد في أربعة أربعة وهكذا لما تخلص المصفوفة أي مصفوفة بأي رتبة بأي هاي تجيك ويجيك وياه كونستان تلزم الأعداد اللي بالمصفوفة تضربهم بالكونستان وانت هاي بحالة ضرب المصفوفات اللي هو ضرب طبيعي ضرب اعتيادي بس مصفوفة وضربها في عدد لكن ممكن واحد يقول لك أنا ما رد أضرب مصفوف في عدد أنا إجاني بالسؤال أضرب مصفوفة في مصفوفة وكانت الشغلة معقدة أكثر صحيح؟ أي نعم صحيح إذا الشغلة ضرب مصفوفة في مصفوفة فالأمر رح يكون بشوية خطوات زيادة فنقول إذا نريد multiplication of matrix يعني إذا نريد نضرب المصفوفات يعني مو نضرب مصفوفة في ثابت فلازم تكون عدد أعمدة المصفوفة تساوي عدد الصفوف المصفوفة بي يعني إذا لم تكن عدد أعمدة المصفوفة تساوي عدد الصفوف المصفوفة بي لا تتم عملية الضرب لا تجوز عملية الضرب مطلقا لازم بعملية الضرب تكون عدد أعمدة المصفوفة A تساوي عدد الصفوف المصفوفة بي فيقول لك إذا كانت المصفوفة A من الرتبة M في N والمصفوفة B من الرتبة N في W فإن حاصل ضرب A في B رح يكون M في N ضرب الـ N في W رح نختصر الـ N وهي ال-N رح تكون المصفوفة الناتجة عندنا اللي هي المصفوفة الناتجة من حاصل ضرب A في B هي عبارة عن M اللي هو عدد الصفوف المصفوفة A في W اللي هو عدد أعمدة المصفوفة بي حاجة معقد؟ ممكن يكون معقد لكن مرح نشوف الخطوات خطوة خطوة من حل الأمثلة رح تكون الموضوع أسهل أو فرضوا النوني أو أي استاذ آخر ينطيكم سؤال يقول لكم أن المصفوف A اللي من الرتبة 3 في 2 أريد حاصل ضربها بالمصفوف B اللي من الرتبة 5 في 4 هل تجون تأخذون المصفوف A والمصفوف B وطلعون حاصل الضرب مباشرة تجون تضربون عدد في عدد بطريقة معينة وطلعون حاصل الضرب لا هاي طريقة الحل خاطئة تماما أكو خطوات حتى نشوف هل المصفوفات مهيئة أصلا حتى يصر عليها عملية الضرب هل المصفوفات ممكن نسوي عليها عملية الضرب لو ما ممكن شلون نشوف شون نتأكد من هالخطوات لازم نتأكد أنه عدد أعمدة المصفوفة الأولى تكون تساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية فبهاي الحالة نلاحظ أنه عدد أعمدة المصفوفة الأولى هي 3 وعدد صفوف المصفوفة الثانية هي أيضا 3 لذلك يصير عملية الضرب شون يصير شون رتبة المصفوفة الناتجة أول شي نسوي نختصر أعمدة المصفوفة الأولى وصفوف المصفوفة الثانية رح يبقى عندنا بس الاثنين اللي هي عدد صفوف المصفوفة الأولى وأربعة اللي هي عدد أعمدة المصفوفة الثانية فالمصفوفة الناتجة اللي هي ACB اللي هي حاصل ضرب المصفوفة A في المصفوفة B رح تكون الرتبة مالتها هي ثنين اللي جبناها من عدد صفوف المصفوفة الأولى في أربعة اللي جبناها من عدد أعمدة المصفوفة الثانية يعني نختصر الأعمدة وهي للصفوف وليبقى عدنة تكون هي الرتبة مال المصفوف الناتجة إذن المختصر أنه احنا من الرتبة نقدر نسوي شغلتها أول شيء الرتب مال المصفوفات اللي دي نضربها نقدر من خلال نحدد هل يمكن أصلا ضرب المصفوفات لولا ونقدر أيضا نطلع شقد الرتبة مال المصفوف الناتجة قبل منحن فإذا يقول لك أنا ريدك تضرب المصفوف A والمصفوف B والمصفوف C المصفوف A الرتبة مالتها هي 3 في 2 المصفوفة B المائتها 2 فيه 1 المصفوفة C الرتبة المائتها 1 فيه 3 ما ن può رتبة مائة المصفوفة الناتجة من ضرب A في B في C هي 3 في 3 اللي هي مصفوفة شنو؟ مصفوفة مربعة وبشكل مشابه إذا قلنا لكم الأي اللي هي 2 في 1 ضرب السي اللي هي 1 في 3 بما أنه عدد أعمدة المصفوفة الأولى تساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية نختصر هنا وش نسوي؟ راح تكون الرتبة مع المصفوفة الناتجة اللي هي ناتج ضرب الأي في سي هي 2 في 3 هاي تفيدني أنه نعرف من بداية السؤال إشقدر رتبة مع المصفوفة الناتجة ونقدر منه نحل نتأكد أنه الحل مالتنا صحية زينا إذا قلت لك مو A في C إذا قلت لك ضرب سي في A سي هي 1 في 3 والأي هي 2 في 1 نجي نشوف بالبداية هل يصير أنه نضربهن؟ إحنا شون نتأكد أول شي لازم يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى تساوي عدد صفوف المصفوف الثانية وبهاي الحالة هل هاي الثلاثة تساوي هاي الثنين؟ ما بالساويات لذلك فإنه ناتج مالتناه من البداية رح نقول أنه ناتج عملية ضرب المصفوفات C في A هو Undefined ليش Undefined؟ لأن لا يمكن إيجاد الناتج لعملية الضرب ذنين الماتركسات الاثنين ليش؟ لأن عدد أعمدة المصفوفة الأولى اللي هي 3 لا يساوي عدد صفوف المصفوف الثانية اللي هي 2 صار واضح؟ هذا هو الشرط اللي لازم دائما تطبق من نشوف ضرب المصفوفات أنه لازم يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي لازم يساوي عدد صفوف المصفوف الثانية لسه من ننتقل للمثال رح تكون الأمور أوضح وبهذا السؤال يقول لك عندك مصفوفتين A و B ال-A من الرتبة 2 في 3 شون 2 في 3؟ يعني الصفين و 3 أعمدة وال-B من الرتبة 3 في 2 يعني شنو؟ يعني 3 صفوف و عموديا يعني 3 صفوف و عموديا Find the multiplication يعني جد حاصل الضرب مالتن أول خطوة بالحال شنسوي؟ نتأكد هل المصفوفتين جاهزات للضرب؟ هل يجوز ضرب المصفوف و A في المصفوف و B؟ شون نتأكد لازم يكون عدد أعمدة المصفوف و A اللي هي ثلاثة تساوي عدد صفوف المصفوف و B اللي هي ثلاثة بهاي الحالة اللاحة أنه فعلاً عدد أعمدة A يساوي عدد صفوف B لذلك نقدر نستخدم عملية الضرب بيناتن وجقد راح تكون الرتبة مال المصفوفة الناتجة نقول 2 في 3 اللي هي الرتبة مال A في 3 في 2 اللي هي رتبة B نختصر 3 و 3 راح يبقى لنا 2 في 2 فرح تكون الرتبة مال المصفوفة الناتجة من ضرب A في B هي 2 في 2 زين ممكن واحد يقول هساني طلعت الرتبة مال المصفوفة الناتجة بس ذني مم الساويات شو ممكن نضرب هن؟ ممكن نضرب هن بكل سهولة من خلال شنو؟ من خلال أولا نضرب الصف الأول في العمود الأول يعني رح نضرب هذا الصف في هذا العمود شو هن نضرب هن؟ رح نقول إنه هاي الخمسة في هاي الأربعة زاد هاي الأثنين في هذي الخمسة زاد يعني نجي أول شي نضرب هذا الصف في هذا العمود فرح نقول 5 في 4 إياته 5 في 4 زاد 2 في 5 إياته 2 في 5 زاد 4 في 3 إياته 4 في 3 شو طلعنا؟ طلعنا العدد الأول من المصفوفة الناتجة اللي هي المفروضة تكون 2 في 2 يعني سحنا شلقينا؟ نحنا لقينا العدد الأول العدد الثاني شو نطلعه؟ العدد الثاني نطلعه من خلال نضرب الصف الأول في العمود الثاني زي الممكن واحد يقول لي أنت شون حددت هذا هو ناخد الصف الأول والعمود الأول وهذا ناخد الصف الأول والعمود الثاني رح أقول لك حسب موقعهم بالمصفوفة الناتجة السحنة هاي نعتبرها المصفوفة الناتجة مالتنا حتى نطلع العدد الأول هذا العدد الأول وين صاير؟ صاير بالصف الأول العمود الأول هذا الثاني وين صاير؟ صاير بالصف الأول العمود الثاني هذا وين صاير؟ صاير بالصف الثاني العمود الأول وهذا صاير بالصف الثاني العمود الثاني فإحنا من نجي نطلع هذا العدد قلنا إنه هذا العدد وين موقع بالمصفوفة الناتجة بالصف الأول العمود الأول فجي نضربنا الصف الأول في العمود الأول هس هذا وين موقعه موقعه بالصف الأول العمود الثاني فرح نجي نضرب الصف الأول في العمود الثاني يعني رح يكون الخمسة فيه الاثنين والاثنين فيه الواحد والأربعة فيه الاثنين وهو هذا الصعب خمسة فيه اثنين هياته زائد اثنين فيه واحد هياته زائد 4 في 2 اللي هي ياته نفس الشي بالنسبة لعدد الثالث بالمصفوف الناتج اللي هو وين صاير اللي هو صاير بالصف الثاني العمود الأول نجي شا نسوي نجي نضرب الصف الثاني في العمود الأول يعني رح نضرب الستة في الأربعة والثلاثة في الخمسة والواحد في الثلاثة قلنا 6 في 4 هياته زائد 3 في 5 هياته زائد 1 في 3 هياته ونفس الشي بالنسبة لعدد الأخير اللي هو بالصف الثاني العمود الثاني اللي ش رح يكون رح يكون ناتج ضرب بالصف الثاني في العمود الثاني يعني الستة فيه الاثنين والثلاثة فيه الواحد والواحد فيه الاثنين وهو هذا الصف ستة فيه اثنين زاد ثلاثة فيه واحد زاد واحد فيه اثنين هيش صارت عملية جمع وطرح آدي خمسة فيه اربعة اشرين زاد اثنين فيه خمسة عشرة زاد اربعة فيه ثلاثة اثنى عشرة وهنا نفس الشي 5 في 2 10 زال 2 في 1 2 زال 4 في 2 8 وهكذا نكمل هاي ونكمل هاي رح يكون هيش الناتج نجي هنا بس نجمع رح تكون بس عملية جمع لأن احنا هنا تخلصنا من كل عمليات الضرب رح تكون 20 و 10 30 و 12 42 نفس الشي هنا 10 و 2 12 و 8 20 و هنا 24 و 15 39 و 3 42 12 و 3 15 و 2 17 يعني ناتج ضرب هاي المصفوفة اللي هي من الرتبة 2 في 3 في المصفوفة B اللي هي 3 في 2 اشطلع طلع فعلا 2 في 2 وطلع بهذا الشكل 42 اللي هو حصل ضرب الصف الأول في العمود الأول 20 اللي هو حصل ضرب الصف الأول في العمود الثاني 42 اللي هو حصل ضرب الصف الثاني في العمود الأول و 17 اللي هو حصل ضرب الصف الثاني في العمود الثاني و كاتبي لكم هنا تفاصيل الضرب شون تضربون كل صف؟ كل عمود هيكي يكون السؤال خلاص ما ضرب المصفوفات هيكي وصلنا تقريبا من نهاية حلقة اليوم خليتلكم بالأخير ملاحظات عامة اللي هي تعتبر مراجعة للدرس اليوم فيذا تلاحظون أنه أولا على سبيل المثال قلتلكم أنه حاصل جمع أي مصفوفتين من نفس الحجم أي نفس الفئة يكون جمع إبدالي يعني إذا قلنا A زائد B إذا هنا نفس الحجم ونفس الرتبة إذا A من الرتبة 3 زائد 3 جمعناها هوية B اللي هي من الرتبة 3 زائد 3 تساوي إذا جمعنا B زائد A ليش؟ لأن دائما عملية الجمع هي عملية إبدالية حاصل الجمع لأي مصفوفتين مختلفة الحجم يعني الرتب مالتين غير متساوية يكون undefined يعني غير معرف لأن إحنا قلنا أنه بعملية الجمع لازم لازم يجب أن تكون عملية الجمع لمصفوفتين من نفس الحجم بالمصفوفات اللي يمكن أن نضرب المصفوفة بيها بعدد ثابت أو عدد قياسي مثل من ضربنا المصفوف مالتنا في الكي يكون الناتج من نفس الفئة يعني تكون المصفوفة الناتجة من نفس الفئة مال المصفوفة اللي ضربناها في الثابت ليش؟ لأن إحنا من نضرب مصفوف في الثابت لنضرب عدد في ثابت عدد في ثابت عدد في ثابت يعني مدى نغير أي شيء برتبة المصفوفة من نضرب مصفوفتين يجب أن تكون أعمدة المصفوفة الأولى تساوي صفوف المصفوفة الثانية وإلا إن كانت أعمدة المصفوفة الأولى لا تساوي صفوف المصفوفة الثانية يكون الحل غير معروف الملاحظة الخامسة إذا كان A و B مصفوف T فإن عملية ضرب المصفوفات مو عملية إبدالية يعني A ضرب B الناتج مالتها ما يكون يساوي ناتج B ضرب A يعني من ضرب المصفوفات الناتج مو متساوي العملية مو إبدالية يعني ضرب المصفوفات مو مثل ضرب الأعداد الرياضية الطبيعية ممكن واحد يقول لي عملية الضرب بالأرقام الطبيعية مو إبدالية نحن من نقول 3 في 5 هي نفسها 5 في 3 صحيح بالأرقام الرياضية الصحيحة عملية الضرب إبدالية لكن بالمصفوفات عملية الضرب غير إبدالية ممكن تكون إبدالية؟ نعم ممكن تكون إبدالية أكو حالات خاصة تكون بيها حاصل ضرب A في B يساوي B في A ما رح نتطرق لها بهذه المحاضرة ولا رح نتطرق لها بهذا الدرس لكن ممكن وإذا صارت وإجاكم أو شفتوها بدرس ثاني أو بمرحلة ثانية وصارت عملية ضرب A في B إبدالية فاحنا نسمي هاي الحالة commutative matrix commutative matrix تعني المصفوفة الإبدالية الملاحظة السادسة إذا قلنا إنه A يساوي سالب A يترانسبوز يعني إذا قلبنا المصفوف A إحنا ممكننا ترانسبوز يعني نقلب الصفوف إلى أعمدة والأعمدة إلى صفوف إذا قلبناها للمصفوف A وسويناها سالبة وصارت نفسها الأي وكانت الأي مصفوفة مربعة نطلق عليه skew symmetric matrix يعني المصفوفة المتناظرة المنحرفة أو الأنحرفية هاي أيضا إن شغلة ماردكم ترقزون عليها هواية لكن هاي ملاحظات عامة حتى خاف تأخذوها بالدروس الأخرى حاصل ضرب أي مصفوفة اللي هي مصفوفة طبيعية أي في مدور المصفوفة اللي هي أي ترانسبوز أو مقلوب المصفوفة اللي هي قلنا إنه المصفوفة نفسها بس نحول الصفوف إلى أعمدة أو الأعمدة إلى صفوف يكون الناتج identity شنو identity؟ اللي هي المصفوفة اللي تكون على القطر مالتها كل واحدات وفوق القطر وجو القطر صفارة الملاحظة الثامنة إنه مدور حاصل ضرب مصفوفتين هو نفسه إذا ضربنا المصفوفتين بعدين نسوي الهين ترانسبوز يعني إحنا نقدر نضرب A في B بعدين نسوي الهين ترانسبوز ونقدر كذلك نسوي ترانسبوز لل A وترانسبوز لل B كل واحدة وحدة ونضربها عادي العملية متشابه رح يطلع نفس الناتج والملاحظة التاسعة والأخيرة هي قل لك إذا جبنا مصفوفة اللي هي مثلا مصفوفة A وربعناها يعني ضربنا ال A في ال A وطلع الناتج مالتها هي مصفوفة كلها صفارة أو null matrix يعني طلع الناتج مالتها هو الصفر نسمي هاي المصفوفة أو هذا الناتج الصفري null potent matrix أو المصفوفة عديمة القدرة أو المصفوفة الصفرية تقدرون تذكروها بهذا الاسم هيك تكون خلصة الملاحظات الصفحة الأخيرة خليتلكم بيها هوموركات جميع الهوموركات سهلة وحلينا ننفسها بهذه المحاضرة حاولوا تحلوها إذا عرفتوا تحلوها فهاي راح تخليكم تفتهمون هاي المحاضرة بشكل كامل وهاي المحاضرة مثل ما قلت لكم هي من أهم المحاضرات موضوع الماتركس من أهم المواضيع هو موضوع راح تلقوه موجود بهذا الدرس أو بهذا الكورس ورح تلقوه موجود بالسنوات القادمة وكل الكورسات القادمة وحتى ذا مبدأس الرياضيات بالدروس الأخرى لذلك أتمنى أن يكون الموضوع سهل مبدئيا أي سؤال أو استفسار لعدكم تقدرون تكتبون بالتعليقات أو ترسلون على موقع التواصل الاجتماعي المكتوب بالوصف أو على الإيميل وان شاء الله جاوب على الجميع وختاما شكرا لكم ونلتقي إن شاء الله بالدرس القادم